شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي يونيراً درب بالوماداتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم قلنا فيما مضى إن البشرية عانت خلال مسيرتها الطويلة ولا تزال تعاني حتى هذا اليوم من ثلاثة مشكلات رئيسية المشكلة الأولى المشكلة العقائدية المشكلة الثانية المشكلة النفسية المشكلة الثالثة المشكلة العملية المشكلة وقد مضى الحديث حول المشكلة حول المشكلة الأولى وكيف أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله حلى هذه المشكلة أما المشكلة الثانية فهي المشكلة المشكلة نفسية حول المشكلة ربما الخطير في تدمير الحياة البشرية الواقع الواقع إننا نستطيع أن نقول إن هذه المشكلة تكمن وراء معظم عمليات التدمير والفساد الذي نجده في الحياة منذ ألوف الأعوام الشيطان يتآمر على البشر وخفايا دور الشيطان تحتاج إلى مجلد ضخم دور الشيطان غير منكشف غير مكشوف الشيطان له دور عجيب في حياتنا نحن البشر منذ ألوف الأعوام الشيطان يتآمر ضدنا لماذا؟ وراء كل ذلك مشكلة نفسية وهذه المشكلة هي مشكلة الكبر قال الله تعالى خلقتني من نار وخلقته من طين لماذا قتلا قابيل أخاه هابيل إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين وراء أول عملية قتل في التاريخ مشكلة نفسي وهذه المشكلة هي مشكلة الحسد لماذا نمرود يدعي الألوهية إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت وراء ذلك مشكلة نفسية وهي عقدة الحقارة نمرود كان يعاني من عقدة الحقارة نمرود رجل معقد أنتوا اقروا نشأت نمرود أين نشأ نمرود وكيف نشأ نمرود منذ أيام طفولته الأولى هذه العقدة النفسية التي لازمته منذ أيام طفولته في يوم من الأيام تفجرت وتمثلت في الدعاء الألوهي يعني لا تستهينوا بدور المشكلة النفسية في الحياة معظم ما يحصل في الحياة من فساد وإفساد وتدمير وراءها عقد نفسية ومشكلات نفسية لماذا معاوية يحارب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وهو الإمام الشرعي والمنتخب الشرعي والمنتخب هذه الدماء الطائلة حرب صفين وحرب النهروان دماء الألوف أريقت على مر التاريخ وراءها شخص واحد وهو معاوية معاوية له دور خطير جدا في التاريخ دور يحتاج إلى كشف أنا أظن أن الدماء عشرات الملايين في رقبة معاوية ليش وراء ذلك عوامل ومن جملة هذه العوامل المشكلة النفسية حب العظم عقدة العظم أكو بعض الأفراد عدهم عقدة العظم قالوا لمعاوية لماذا تحارب عليا قال حتى يكون خاتمي مكان خاتم الملوك الحكام يختمون المكاتب ختم مهر حتى يكون خاتمي مكان خاتم هذا هو المنطل طبعا هذا واحد من منطلقات وإلا إلى منطلقات أعمق من هذا لماذا صدام في العهد الراهن يقتل الملايين ويدمر النسيج الديني والاجتماعي للعراق تدمير أي تدمير قام به هذا الطاغي في العراق كل ما نجده الآن من جرائم وجنايات وقاتل وإرهاب وتفجير وانتهاك واعتداء وفاقر كل هذا الأرضية لذلك مهدها صد هذه كلها من آثار تلك الحق التمهيد الأرضية هو الذي صنعها ليش هذا التدمير وراء كل ذلك مجموعة من العقد النفسي والمشكلات النفسي لاحظوا نشأته في أي بيت النشأ كيف نشأ مجموعة المشكلات النفسية اللي كان يعاني منها هذا الرجل هذه المشكلات وراء الجميع هذا التدمير والتخريب والإفساد في واقع الحياة لاحظوا حركة التاريخ كل من اليوم الأول إلى هذا اليوم أهم معامل فيما أظن وراء كل التدمير العامل النفسي هذا 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 تدمير في واقع الحياة هناك تدمير آخر جدير بالالتفات وهذا وهذا التدمير هو التدمير الذي يجري في داخل النفس تدرون تدرون أن الإنسان يدمر نفسه بنفسه هذا تدمير في الخارج هذا التدمير في الداخل فاحذروه لكن جميع هؤلاء الأعداء لا يستطيعون أن يدمر الإنسان إلا كفرد يعني إلا بمعونة هذا العدو الأخطاء ما نعاني من الحياة كل واحد منا كم نعاني من الحياة ما نعاني مشكلات ولدتها لنا الحياة مشكلات كثيرة واحد يعاني من جار من صديق من زوجته من زوجها تعاني من أولاده من المجتمع من المرأ ولكن الذي يفتح الطريق أمام تأثير جميع هؤلاء الأعداء هو العدو الأكبر وهو النفس فأعدى الأعداء للإنسان نفسه النبي صلى الله عليه وآله يقول كما في الحديث الشريف أعدى عدوك نفسك التي بين جنبك كل هذه المعانات التي نعانيها من أنفسنا الزوجة متتمكن تؤثر في نفسك لو لا انضمام هذا العدو وإلا محال واحد يتأثر من الناحية النفسية النفس القلب منطقة مقفلة ما يتمكن عامل خارجي يأثر فيك القلب حرم الله القلب منطقة مقفلة ما يمكن لعدو خارجي أن يؤثر في هذه المنطقة إلا إذا أكو عدو داخلي يعين هذا العدو الخارجي هذا مثل أنت في حص منيع أكو أعداء في الخارج ما يمكن العدو الخارجي يأثر فيكم ولكن عدكم عدو في الداخل يفتح الباب أمام العدو الخارجي العدو الخارجي يقتح إحنا في الواقع إذا نعاني في الحياة في الواقع معاناتنا من أنفسنا هذه النقطة يجب أن نلتفت إذا شفنا في يوم من الأيام عندنا مشكلة نفسية هذه المشكلة ولدها العدو الداخلي وإلا مستحيل العدو الخارجي أن يؤثر في نفسك إذا هذا العدو الداخلي ما يساعد العدو الخارج هذا الحديث الشريف الذي تلوناه عليكم مذكور في بحار الأنوار الجوز السابع والستين صفحة أربع وستين أعدى عدوك نفسك التي بين جنبك هذه هذه هي المشكلة النفسية التي تخلق تدمير في واقع الحياة وفي داخل النفس البشري هذه هي معاناة البشري النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ووراثه أهل بيته الطاهرون هؤلاء وراثه وراث علمه الإمام الصادق صلوات الله عليه الذي تمر علينا بعد أيام ذكر ميلاده المبارك حلوا هذه المشكلة المشكلة النفسية وفي هذه الآية الكريمة الله تعالى يقول يتلو عليهم آياته ويزكيه التزكي حل المشكلة النفسية قبل أيام سألني رجل قال المكتشف المعروف قدم للبشرية النور الضياء الكهرباء فماذا قدم الإمام الصادق للبشرية وأيضا نحن الآن نقول ماذا قدم النبي للبشرية صلى الله عليه وآله فقلت له هذا المكتشف قدم للبشرية الوسيلة ولكن الإمام الصادق النبي الأعظم علم البشرية كيف تستفيد من هذه الوسيلة هذا هو الفرق قال لي لم أقتنع بهذا الجواب قلت له آتي لك بمثال أنتوا أفرضوا أنه واحد علم ولدكم استخدام السلاح الرماية مستحبة من الناحية الشرعية هذا أعطى لولدكم وسيلة كيف يوجه هذه الوسيلة هل يقتل بها الأبرياء أو يستفيدها للصلاح والإصلاح وواحد آخر هذب أخلاق ابنكم أيهما أعظم حقا على ولدكم اللي علمه استخدام السلاح أو الذي علمه الأخلاق وكيف يستخدم السلاح ياهو حق أعظم لا يقارن بينهم المخترعون أعطوا وسائل بيد البشرية وليس أكثر من ذلك المهم كيف تستخدم هذه الوسيلة هذا شغل الأنبياء هذا عمل أوصياء الأنبياء صلى الله عليه هذبوا النفوس زكوا النفوس صنعوا النفوس النبي الأعظم صلى الله عليه وآله له معجزات كثيرة الوالد رحمه الله كان يقول إن للنبي صلى الله عليه وآله أربعة آلاف معجز وكان بصدد تأليف كتاب حول هذا ولكن ينبغي أن نلتفت أن من معجزات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هذه النفوس التي صنعها واحد من العلماء كان يقول علي بن أبي طالب الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه من أعظم معجزات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إذا النبي ما كانت عنده معجزة إلا علي بن أبي طالب أنه رب مثل هذا التلميذ لكفاه ذلك معجزة أبو ذار معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وآله أنتوا لاحظوا وضع الجاهلية لاحظوا النفوس الجاهلية لاحظوا الروحيات ولاحظوا تلك النقلة التي نقلها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أبو ذر معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وآله سلمان معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وآله مالك الأشتر معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وآله لا تظن أن هذه المعجزة كانت فقط في حياة النبي صلى الله عليه وآله النبي يخلق هذه النفوس على امتداد الأجيال الشيخ الأنصاري معجزة من معجزات النبي الأعظم أين تجدون مثل هذه النفسية الرفيع بحر العلوم معجزة من معجزات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله سيد مهدي بحر العلوم وتاريخنا حافل بأمثال هذه المعجزات هذه كلها تربية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بهذه النفسية لا تبقى مشكلة في الحياة يعني هذه العملية عملية التزكية لو تمت بعد ما تبقى مشكلة في الحياة لا في الحياة النفسية ولا في الحياة الخارجية الله تعالى يقول فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً بعض العلماء بعض العلماء يشيرون إلى نقطة دقيقة في هذا المجال يقولون الله تعالى لم يقل فَنَجْعَلْ حَيَاتَهُ حَيَاتَ طَيِّبَةً لا نحول حياته حياة طيبة نعطيه الحياة الطيبة هذا النوع آخر من أنواع الحياة يعني البشر فاقد لهذه الحياة الطيبة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يعطينا هذه الحياة الطيبة الإمام الصادق يعطينا هذه الحياة الطيبة الله تعالى في آية أخرى يقول يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِن المناهج الوضعية لا يمكن أن تعطي النفس المطمئن الآن البشرية تورطت الكآبة تلاحظون حالة الكآبة من أخطر الأمراض في العالم مرض الكآبة واحد يُفْقُد بَهْجَة الْقَلْبِي انشراحة دائما كئيب دائما ينظر إلى الحياة نظرة سوداء متشائمة الآن هذه المشكلة التي تورطت بها البشرية من يحل هذه المشكلة تعاليم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في تقرير قرأته في هذا اليوم يقول إحدى المشكلات الكبرى التي تعانيها البشرية مر مشكلة الضغوط الروحية أحيانا واحد ميت كيلو يوضع على ظهره يشعر أنه مضغوط أحيانا واحد ماكو ضغوط مادي عليه حتى في البلاد المرفهة يقول يشعرون بضغوط روحية دائما واحد يشعر أنه مضغوط ويقول الأطباء أن مشكلة الضغوط الروحية تختلف عن مشكلة الكآبة نوعان من المشكلات الأفراد كلهم مضغوطين يعانون حالة الكآبة ينظرون إلى الحياة نظر قاتمة هذه حياة هذه حياة طيبة النبي الأعظم هو الذي يعطي للبشرية الحياة الطيبة هذا في تقرير نشر قبل فترة يقول في العالم عملية الانتحار انتحار الانتحار يعني بعد واحد يفقد كل أمل تغلق أمام عينك كل مناظ في ذا العمل بعد ما كو أمل بعد ماكو حل إلا الانتحار في العالم في كل أربعين ثانية ينتحر إنسان انتحار هاي نتائج الحضارة المادي في بلاد الغرب عمليات الانتحار كثيرة لكن لم نجد متدين واحد ينتحر المتدين قوي قوي النفسي في أحلك الظروف يحمل أرفع نفسية وأقوى نفسية في تقرير أن الانتحار هو السبب الثالث للوفيات قبل أعوام العامل الثالث للوفيات في العالم الانتحار الشيوخ الذين تعدوا الستين أكثر ميلا للانتحار هذه حالة الكعابة شيئا فشيئا تضغط على نفوسهم شايفين الزهور الذابلة شلون وضعها القلب هالشكل يصير يذب ولكن المؤمن قلبه لا يضم كل خطوة يشعر أنه لا يقترب إلى هدفه هذه هي التربية النفسية التي رب بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله البشرية في عهده وعلى امتداد التاريخ الوالد رحمه الله عند كتاب بقايا حضارة الإسلام كما رأيت يذكر ما شاهده مع أن الفاقر كان حاكم قديما قبل حوالي ستين عام الأفراد كانوا فقراء ولكنهم كانوا منشرحين كانوا يحيون حياة طيبة بينما الآن تجد الفارد مرفه من جميع النواحي ولكنه يعيش ضغوطا روحية هائلة هذا هذا هو العطاء الثاني الذي قدمه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله للبشرية أنه حل للبشرية المشكلة النفسية وإحنا بمقدار ما نقترب إلى تعاليم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله اللي يعيشون في أجواء القرآن الكريم الذين يعيشون في أجواء أحاديث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الذين يعيشون في أجواء أحاديث أهل البيت لهم روحية أخرى في أولئك الأفراد تجدون الحياة الطيبة وفي أولئك الأفراد تجدون النفس المطمئن إحنا إذا شعرنا أنه هناك إشكال في حياتنا حياتنا ليست حياة طيبة قلوبنا ليست قلوب مطمئن هذا الدليل على ابتعادنا بمقدار عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وتعاليم في إحدى الزيارات نخاطب الإمام المعصوم صلى الله عليه نقول نقول عشت سعيدا هذا تعليم الإنسان الذي يسير في خط أهل البيت يعيش في هذه الدنيا سعيدا هذه كانت جوانب من حل المشكلة النفسية التي قام بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ويبقى الحديث حول حل المشكلة العملية نؤجلها إلى حديث قادم بإذن الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات تنفقه 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 اشتركوا في القناة